أهلا بكم في تقرير لوكالة رويترز بتتكلم عن توقعات لطباط النمو في مصر واحتمالات لخفضة أكبر للعملة المحلية ايه التفاصيل؟ تعالوا نشوف مع بعض استطلاع الرأي اللي أجرته وكالة رويترز بيقول ايه؟ رويترز أجرت استطلاع رأي في الفترة من 10 إلى 18 يوليو الجاري شاملة 13 اقتصادياً راحوا لـ 13 خبير اقتصادي واتكلموا معاهم خلصوا الاستطلاع لإيه بقى؟ إن فيه توقع نمو بنسبة 4.2 من 10 في المية ودي بدأت في السنة المالية اللي بدأت فيه الأول من يوليو الجاري لكن المشكلة إنه ده انخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل الماضي بنسبة نمو 4.5 من 10 في المية بحنا هم كانوا متوقعين إن احنا فيه نمو 4.5 نزل من 4.5 إلى 4.2 من 10 في المية الضائقة المالية ترد المعيشي بتتكلم رويترز عن الأسباب الحكومة أعلنت خطة للتقشف تطال المصرفات العامة وتعارب بتنفيذها بقسوة طيب الخبراء قالوا إيه بقى؟ قالوا إنه لجوء البنك المركزي لزيادة المعروض النقدي المتضمن لعملة المحلية المتداولة والوداعة تحت الطلب بالجني من 23 في نهاية يونيو 22 ليصل لـ 31.9 في نهاية مايو قالوا إن الحكومة وقع في مشكلة كبيرة جداً ما بين التضخم وما بين الركود الاقتصادي فلجأت الحكومة للركود خوفاً من المخاطر الشديدة اللي بتسببها معدلات التضخم المفزعة على أسعار السلع وده اللي هنجيله بعد شوية فيه فقرة النهاردة كاملة عن فكرة التضخم المفزع في أسعار السلع الغذائية تحديداً خبراء الاقتصاد الثلاثاشر اللي كلموا مع رويترز قالوا لهم يا جماعة لا فيه مشكلة كبيرة جداً أنت متخيل إن إحنا الحكومة بتاعتنا بتختار ما بين التضخم والركود فلا إحنا نختار الركود أحسن بلاش التضخم الاقتصادي وبالتالي الركود ده بيؤدي إلى تناقص في معدلات النمو اللي النظام بيفتخر إنه هو بيحقق معدلات نمو جيدة الأزمة كل ما ده كل ما بنمشي أسبوع ولا شهر للأدام بنتعرف على ملمح جديد للأزمة الاقتصادية كان بس الموضوع الدولار والجنيه دخل فيه إنه فيه بضايع مش عارفين نطلعها من الموانئ لشح دولاري لنقص في الاحتياط النقدي لنقص فيه السيولة النقدية البنك المركزي في ورطة هيئة التسليح في القوات المسلحة هي مصدر الدولارات دلوقتي في البلد وبعدين الحكومة بتاعتنا بتكون ما بين خيارين إما التضخم والركود فبتختار الركود نروح لمشكلة تانية أو خبر تاني موجود في مصر وهي وقفة احتجاجية لصحفي مكتب بي بي سي في القاهرة خلد البلشي نقيب الصحفيين كان موجود في هذه الوقفة وتحدث بلهجة ناقدة لإدارة بي بي سي في بريطانيا وفي مكتب القاهرة أيضا إيه الحكاية؟ 78 من الزملاء الصحفيين العاملين في مكتب هيئة الإدارة البريطانية في بي بي سي في القاهرة نظموا وقفة احتجاجية في المكان اللي هو موجود في المكتب بتاعهم في شارع النيل في العجوزة وقالوا إن في ممطلة من الإدارة اللي موجودة هنا في بريطانيا ممطلة في الإدارة في تنفيذ مطالبهم بزيادة الأجور بالمناسبة في هنا أزمة شملة قطاعات كتيرة أوي في البلد في المملكة المتحدة متعلقة بزيادة الأجور الانتشي اس العاملين في وزارة الصحة العاملين في هيئة الإسعاف المدرسين في بعض العمال في أماكن أخرى وبعض الصحفيين في مؤسسات منها مكتب بي بي سي في القاهرة اللي الانيو جي وهو اتحاد الصحفيين أو نقابة الصحفيين البريطانية أصدرت بيان أول أمس متضامن مع الزملاء العاملين في مكتب بي بي سي في القاهرة طيب هما بيقولوا أنه فيه تدني للأجور اللي عمله مؤتمر صحفي كان فيه خالد البلشي اللي أعلن عن إجراءات تصعيدية أكبر الفترة المقبلة الصحفيين في بي بي سي رفعوا لفتات حملت بعض العبارات كان منها رواتب غير عادلة أزمة الرواتب اللي بقوله حضراتكو عليها تمييز إداري معايير مزدوجة حقائق مشوهة كانوا وقفين حوالي خالد البلشي نقيب الصحفيين كممثل لهم واللي قال أنه ستشهد إضرابات مفتوحة وموعد لحدث أكبر من هذا بجانب الإجراءات القانونية خالد البلشي اتكلم أن إدارة مكتب بي بي سي في القاهرة الحقيقة أنها بدأت في استخدام إجراءات رأس مالية مبتذلة ومنحطة على حد وصفه مثل التهديد بالخصب تقليل عدد العاملين في المكتب واستخدام سياسة فرق تسود محاولة الوقيعة ما بين أفراد مكتب بي بي سي عربي في القاهرة والبلشي قال كمان أنه في إجراءات أكتر هتتضمن مخاطبة مجلس الأموم البريطاني هنا في بريطانيا أحزاب بريطانية هيتطلبوها لرؤية أنهم يشوفوا إيه اللي بيحصل من مؤسسة وفقا لخالد البلشي زي ما قال بتدعي الموضوعية ونصرة الحقوق أزمة الزملاء في بي بي سي واضح أنها في اتجاه للتصعيد زي ما قلت لك هنا صحف بريطانيا كتبت عنها النيو جي النقابة الصحفيين نزلت بيان داعم والناس كلها بتتكلم أنه لازم يكون في حل للزملاء العاملين في مكتب البي بي سي أن الأزمة تمر على خير وياخدوا حقوقهم ويحسوا أن فيه فعلا تأدير لهم وما يكونش فيه تمييز زي ما قالوا الخبر التالت معنا النهاردة هو عن حاجة غريبة شوية عن صندوق مصر السيادي حضرتك عارف أن صندوق مصر السيادي تم إنشاؤه في عام 2018 وكان الهدف منه طبعا زي ما حضرتك عارف وزي ما وزيرة التخطيب بتقول صندوق مصر السيادي هو ملك للشعب ملك الحضرتك وأن دوره هو الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة طبعا هذه حقيقة لا يمكن أن نناقشها أو نختلف عليها مش كده ولا إيه؟ إن إحنا كلنا أنا وإنت وأي حد هيشوف الحلقة دي أو الفيديو ده عارف ومتأكد أن فخامته عمل لنا صندوق مصر السيادي عشان إيه؟ عشان يحافظ على حق أولادي وأولادك عشان يحافظ على حق الأجيال الجديدة إزاي؟ بأنه يبيها أصول الدولة كلها للخليج طبعا يعني إحنا عارفين يا جماعة هي معروفة إزاي نحافظ على حق الأجيال الجديدة؟ إن إحنا نبيها أصول الدولة بس بسيط هل العبارتين ديهم فيهم مشكلة؟ الحقيقة فيهم مشكلة الحقيقة أن صندوق مصر السيادي لا تعمل عشان الأجيال الجديدة ولا هو ملك الشعب المصري ولا إحنا طيليم منه مليم ولا نعرف أصلا عنه حاجة إيه ده معقول؟ آه والله إحنا لحد من ثلاثة أيام بالزبط لما في معهد اسمه معهد الصناديق السيادية أصدر تقرير يتحدث عن تصنيف صندوق مصر السيادي وعن ثروته صندوق مصر السيادي ده ترتيبه الكام عربيا وعالميا وفي قد إيه؟ قبل اليوم ده لنا ولا أنت ولا رئيس الوزراء ولا البرلمان ولا الصحافة كان عندها معلومة واحدة أنه صندوق مصر السيادي ده فيه قد إيه؟ لكن الأستاذة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي شايف أنه لا يا جماعة بالمناسبة كان فيه حد تقريبا استقال من الصندوق ده من كم يوم والناس استغربته واستقال ليه؟ خبر عد كده أنه تقريبا كان رئيس الصندوق أو حاجة كده من قيادات الصندوق استقال فجأة مش فاكر اسمه يعني بس يعني المهم أن هالة السعيد هي رئيسة الصندوق وطلعت تطم من الناس وتقول لهم يا جماعة الصندوق ملك الشعب ودور الحفاظ على حول أجالة قادمة ليه هالة السعيد طلعت دلوقتي؟ حد عارف؟ أه أنا أقول له حضرتك عشان التقرير اللي لسه أقوله لها دلوقتي سيبك من الدباجة الفرغة اللي هالة السعيد بتقولها تعالوا تشوف كده تكملت الجزء نشوف ترتيب الصندوق ده عربيا وعالميا وفيه قد إيه فلوس تقريبا بيقولك إنه انضمام صندوق مصر السيادي لأكبر 50 صندوق سيادي عالميا طبعا عنده إنجاز كبير جدا طيب احتل المرتبة 47 عالميا الـ 12 عربيا ووفقا للتحديث الأخير لصندوق الثروة السيادية اللي بيصدر عن هذا المعهد اللي قلت لحضرتك عليه وكانوا بيتكلموا أن هذا الصندوق به عدد لا بأس به من مليارات الدولارات تقريبا تقريبا إن لم تخلني الذاكرة بيكلمه في 12 مليار تقريبا تقريبا يعني يمكن أقلنا بس مش متذكر الرقم بدقة يعني لكن هل السعيد طلقت ترد ليه بالوقتي بس باختصار شديد لأنه فيه جهة ما بتصدر تصنيف ما وعندها معلومة ما عرفش جابتها إزاي يعني المعلومة دي عند المعهد بتاع الصندوق السيادية ومايش عندنا ولا عند البرلمان ولا عند الصحافة ولا عند الإعلام ولا عند أي حد لكن فيه معهد أجنبي قدر يوصل إنه مصر صندوقها السيادي فيه مش عارف كم مليار وترتيبه السبع عربين عالميا والاثناشر عربية طيب الخبر ده يعمل إيه؟ لا الخبر ده يعمل مشكلة كبيرة جدا ليه مشكلة كبيرة جدا؟ لأن إحنا في بلد ما فيهاش دولارات إحنا في بلد فيها ناس يعني دمهم تقيل على النظام شوية زينا كده بيطلعوا يقولولوا انت جبت الفلوس دي منيه؟ صندوق مصر السيادي ده الفلوس اللي دخلته دي دخلته إزاي؟ الفلوس دي أصلا الدولارات الكتير قوي دي موجودة في الصندوق ده ليه؟ وبتعمل إيه؟ وبتتصرف إزاي؟ ولو هي موجودة بالشكل ده متعرفش تفك منها خمسة مليار تطلع بيها البضايع اللي متجمارك ليه؟ متعرفش بيها ترمم العمارات اللي بتقع عليه؟ متعرفش توفر الأدوية اللي نقصة ليه؟ متعرفش تروح ليه لوزارة النقلة اللي تديها الفلوس الدولارات دي بدل ما هيئة التسليح بتصرف من الدولارات اللي معاها وإحنا محتاجين هيئة التسليح والدولارات اللي معها ففيها أسئلة كتير جدا فلازم تطلع هلا السعيد قبل ما أي حد يتكلم وتقول إيه إن صندوق مصر السيادي هو ملك للشعب الاثنشر مليار دول بتعكوا يا جماعة اوعوا تخافوا بل الأكتر من كده ودوروا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عارف أنت مليجي في فيلم عوكل لما قاله بحوشهم لك هلا السعيد طلعت قلنا إحنا بنحوشهم لك إحنا فلوس صندوق مصر السيادي دي بنحوشها لك لأن أنت مصرف إنت كمواطن مصري معروف عنك الإصراف إنت لو ادينا لك صندوق مصر السيادي هتصرفه على أكبر نجفة فإحنا لا مش عايزين الكلام ده إحنا عندنا مشروعات قومية أو ممكن تروح مثلا تولع الإنارة بتاعة العاصمة الإدارية واتطف النور على الناس فبرضو دي مشكلة كبيرة فهلا السعيد طلع بتقول لنا جماعة إحنا مسكين الفلوس بنحوشهم لك اوعى تصدق الكلام اللي هيتقل لك إن الفلوس دي جات منين وراحت فين فلوس موجودة في الحفظ والصون بنصرفها في المشروعات الفرغة اللي إحنا بنعملها صندوق مصر السيادي فضح الفشل الاقتصادي والرؤية الاقتصادية المحدودة لعبد الفتاح السيسي وفضح لعبة هالة السعيد اللي طلع بتحاول تقول لك إحنا ملكك وبنحافظ على حقوقك لأنتم للأسف بتضيعوا حقوق مصر كلها والأجيال القادمة تحت مسمى صندوق مصر السيادي